فعلا اليوم جامعة كرة القدم المغربية كتستقبل بعتة منتخب الكونغو الديمقراطية بالورود رغم استرزازات واعتداء الكونغوليين على بعتة أسود قتلة وبعد مباراة الدهاب بكينشاة صار فعلا موندير قطر على مرمى حزر التأهل السادس رغيين بتصحيح الاختلالات والضرب بقوة رغم شهادة زماهير المغربية التي تابعت مقابلة السابقة التي شهد لها الجمهور المغربي أن عطاء الفريق المغربي كان باهتا وأن الفريق المغربي لا يشالد أن يكون ضمن المنتخبات الحاضرة في قطر لأن كأس العالم التي تقاب في جميع الدول يكون فيها حضور لفرق قوية تمثل كرة قدم من أوروبا وآسيا وإمريكا وإفريقيا مباراة مونديال سعفة ولسنا جاهزين على حسب ما فقدمناه في كينشاة الجمهور سلاح المنتخب والتعادل دون أهداف يكفي وتشكيلة متالية لتحقيق الحلم والمنتخب المغربي يحبس أنفاء المغاربة وسيكون المنتخب الوطني مؤازلا من قبل جمهور غفير خاصة بعدما ألغت محكمة التحكيم الرياضي الثاس قرار فيفا الذي قضى بتخفيض عدد الجماهير لمباراة الكومو على خلية أحداث مباراة الرديد أمام الجزائر في باسمها إكاس العرب المدرب المغربي الغير المحبوب يسلح الجمهور من التعادل ويقول الفوز هو الخيار الواحد مدرب منتخب كونغو كبر قال إن الاستعدادات في أجواء جيدة والكونغو ليون يعولون على إعداد الإعداد والمدير الرياضي للكومغو قال لا توجد شكوى على ظروف الاستقبال الحكم من ورندي الأعلى الوطنية فوق كراسي دونور نحتاج دعمكم يا زماني المغربية رئيس الكونغو حاضر بالدار البيضاء وزراء وشخصيات بارزة يتابعون المباراة وإنزال أمن كبير في جميع المدن لقزع يحفز لاعب المنتهى